أكدت وزارة الموارد المائية والريع على تنفيذ مشروعات لمواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية خلال السنوات الماضية لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات مضيفة أنه جار العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية أضافت الوزارة أنه وفي ضوء ما يواجهه شاطئ البحر الأبيض أكد أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط شاطئ الأمر الذي يهدد الاسثمارات القائمة فقد بدأت أجهزة الوزارة في تنفيذ أعمال المسحة الأولية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية الشاطئ الأبيض بالإضافة إلى عمل مجموعة حواجز بعدد 20 رأس حاجز لحماية منطقة الأبيض وكرنيش الأبيض الجديد بطول حوالي يصل إلى 4 كيلومترات من المقرر أن تنتهي هذه المرحلة في شهر مايو لعام 2024 ترجمة نانسي قنقر